تهديد إيراني رسمي وواضح باستهداف الملاحة الدولية لا مجال لإنكاره مضمونه إن لم يتم الإفراج عن سفينة النفط الإيرانية وحملتها المتجهة إلى سوريا والمحتجزة في جبل طارق فإن إيران ستحتجز نقلة نفط بريطانية التهديد الذي جاء على لسان قائد الحرس الثوري أثار مجددا المخاوف من عمليات استهداف جديدة للملاحة الدولية في منطقة الخليج والذي شهد على مدار الأسابيع القليلة الماضية اعتدأين اثنين على ناقلات النفط الأول وببصمات إيرانية واضحة قبل تبيناء الفجيرة بالإمارات العربية أما الثاني في بحر عمان وببصمة إيرانية أخرى واضحة تهديد واضح يضع الاتحاد الأوروبي في موقف محرج فهو المتمسك بالاتفاق النووي مع إيران بات مهددا عبر استهداف بريطانيا بإيران نفسها تقل الخيارات تدريجيا لدى الدول الأوروبية المواقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 وهي تحاول جهيدة إنقاذ الاتفاق الذي أوشك على الانهيار بسبب عدم التزام طهران ببنوده وتأهير العقوبات الأمريكية عليها لكن طهران لم تراعي موقف شركائها الأوروبيين الوحيدين المتبقين معها وهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا وقللت مرارا من أهمية جهودهم بهذا الشأن وكان إعلان الحكومة الإيرانية استئنافها تخصيب اليورانيوم ورفع مخزونها منه بمثابة صب الزيت على النار بالنسبة للأوروبيين فالخطوة أحرجت دول الاتحاد وهي تواجه تعنتا ورفضا إيرانيا للتراجع عنها ووضعها ذلك في مأزق أمام الولايات المتحدة خصوصا وأنها اعتمدت آلية دعم التجارة مع إيران المعروفة باسم إنستيكس لمنع بعض القطاعات الاقتصادية الإيرانية من الانهيار وتفادي العقوبات الأمريكية رغم عدم امتثال إيران لها بشكل كامل ويهدف المشروع الأوروبي القائم على النظام المقايضة لإنقاذ الاتفاق النووي بإبقاء إيران على مسار الجهود الدبلوماسية الدولية والسؤال الأبرز حاليا هو ماذا يمكن لأوروبا أن تقدم أكثر من ذلك لإيران وإلى أي مدى يمكن للدول الأوروبية الثلاث أن تواصل مشروعها لإنقاذ الاتفاق النووي في وقت رجح فيه سياسيون غربيون احتمال لجوء إيران لاستخدام القوة العسكرية التي هددت بها السابقا لوقف تصدير النفط من منطقة الخليج في حال توقفت هي عن تصديره أو ركونها للخيار الأصعب وإكمال مشروعها في الحصول على السلاح النووي تتشاطر المخاوف بشأنه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سوى حادثة احتجاز حكومة جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية سلت الضوء على الوسائل التي تتبعها إيران للتحايل على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة نستعرض معكم أبرز هذه الوسائل وقف تعقب الأقمار الاصطناعية إذ بدأت ناقلات النفط الإيرانية منذ أكتوبر الماضي بإغلاق أنظمة تعقب السفن أو ما يعرف بتانك تراكر وهو إجراء قد يتيح نقل النفط إلى الصين وتخزينه لكنه يواجه عقبات تعني بيعه بأسعار منخفضة صفقات النفط مع بعض دول الجوار إذ تزود إيران مناطق في شمال العراق بنفط مكرر بينما ترسل كميات من الخام إلى الموانئ العراقية الجنوبية للتصدير وليس من الواضح بعد إذا كانت العقوبات الأمريكية ستشمل هذا النوع من المعاملات إنشاء شركات وسيطة بين الحكومة الإيرانية والمستوردين إذ تلجأ طهران من خلالها إلى وسيط وهمي أو إلى إيراني مزدوج الجنسية لتجنب انتهاك العقوبات بالطريقة ذاتها تلجأ الحكومة أيضا لشركات وسيطة أجنبية حقيقية لكنها تعمل مقابل عمولة تكون ثمنا للمخاطرة بانتهاك العقوبات أخيرا تعتمد الحكومة في كثير من تعاملاتها الخارجية على شبكات طويلة ومعقدة من التعاملات بهدف توفير العملة الأجنبية والمواد الضرورية لإيران نسهب أكثر في هذا الحوار ينضم إلينا من لندن ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في جامعة لندن من باريس الخبير في قانون الملاحة عبد الرحمن مكاوي شكرا جزيلا لكما لتلبية الدعوة والانضمام إلينا نبدأ من الجانب الأوروبي مع حضرتك أستاذ ناصر إلى أي مدى اليوم أصبحت الخيارات كما طرح السؤال في التقرير قبل قليل أمام الدول الأوروبية التي تسعى لإنقاذ الاتفاق أصبحت الخيارات قليلة جدا أمامها بالطبع قليلة لأنها تفهم أن الولايات المتحدة معها القانون الدولي الاتفاق النووي لم يكن مغطى بالقانون الدولي صحيح أن مجلس الأمن وافق عليه لكن بالأخير انسحاب الولايات المتحدة والآن إيران بصراحة بدل أن تكسب الشركاء الأوروبيين تقوم بتهديدهم وإعطائهم إنزارات وبالتالي لا أرى أي فرصة لملاقات إيران بهذا الأمر سواء اقتصاديا أو نفطيا الآن تهديد بريطانيا وخصوصا أنني سمعت للأسف منذ عدة أشهر جنرال بريطاني سابق توم بيكت رئيس برنامج الشرق الأوسط في المعهد الملكي بدؤوس الدراسات الاستراتيجية وله علاقة بحوار المنامة يقول أن خطورة الصراع ما إيران قد يأتي من الانزلاق إليها وليس فقط بتفكير منطقي عند الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة وإيران من ناحية أخرى وصلنا إلى هذا الأمر وبالتالي ما يقول لله هو الإجراءات العقابية الآن إيران خارج إطار التأمين الدولي ونحن نعلم لو اصطدمت باخرة إيرانية بباخرة أخرى مغطاة بالتأمين مشكلة كبرى إيران غير مسؤولة الغياب عن نظام التراكن والأقمار الصناعية يعني التهريب السوق السوداء يعني أمور كثيرة يعني يدخل فيها الإرهاب كما حصل مع شبهة إيرانية بتلغيم أربع ناقلات في الشهرين الماضيين إذن كل الأمور تدفع للأسف الحكومة الإيرانية أو على أقل النظام الإيراني إن لم تكن الحكومة الحرس السوري للتصرف كميليشيا وليس كدولة لها موزنها في الخليج وفي العالم وتخرج من إطار القانون الدولي لتهديد الشركاء الأوروبيين بصراحة لن يقبلوا بإنقاذ إيران إذا لم تكن مغطاة بالقانون الدولي وهي برأيي وصلت لحد التهديد وليس الملاطمة ولكن أستاذ ناصر إنستيكس الألية التي منها المفترض أن تنقذ النظام الإيراني أو تبدأ الدول الأوروبية الثلاثة ساعية لإنقاذ الاتفاق بتفعيلها ما تزال حية والحديث عنها أن خلال أيام سيكون هناك أول معاملة وتحدث أيضا وزيرة الخارجية الفرنسية مؤخرا عن ذلك كيف يستوي وجود تهديد إيراني ومضي أوروبي قدما نحو تفعيل هذه الآلية سيدي التهديد الإيراني ليس فقط بمعاملة بالمسل السفينة بريطانية لكن كذلك تهديد الرئيس الروحاني ب7 يوليو إذا لم يحصل هذا الأمر النظام المالي فسيتحصل أمور أخرى المستويات المدنية والعسكرية في إيران تلجأ لهذا الأمر صحيح أن الألية الأوروبية أنا طلعت عليها هي برأيي لا تخرق العقوبات الأمريكية هي تقوم في خانة الحلال في خانة المسموح به وبالتالي تيسير استيراد إيران للمواد الغذائية للمواد الدوائية وهذا ما يسمح به بالعقوبات الأمريكية وبأمور أخرى لها علاقة بالاستخدام المدني إذن تأتي ضمن هذا الأيطرة وهذا لا يرضي إيران إيران بصراحة تقوم بوضع لنقول مستقبل الشعب الإيراني مقابل برنامج نووي مدني كما تقول وهذا أمر للغريب لها ليست مهددة برنامج مدني لديكم بتهديد ووضع هذا الأمر بالمقابل عندي قوى المجتمع المدني في إيران وليس فقط الحكومة زميلي الدكتور سعيد بارزين موجود في بريطانيا جمعوا توقيع من 200 شخص من المجتمع المدني المفكرين وغيرهم وبالتالي للطلب من إيران أو الحكومة الإيرانية للجلوس للتفاوض مع الحكومة الأمريكية على النقاط السلاسة الأساسية الخلافية يعني الصواريخ الإيرانية تطوير الصواريخ الإيرانية والبرنامج النووي والسلام الإقليمي بالطبع هذا الأمر صوت له علاقة أو له قوة مع الشارع الإيراني الشعبي الذي لا يريد الحرب لكن الآن برأيي نحن نخرج أو تخرج إيران من القانون الدولي وبرأيي ليس لديها حلفاء حتى الصين وروسيا لم أرى أي تأخير للأمور وليس تغطية قانونية دولية جميل سأعود إليك لربما في نقطة شراء النفط سيكون هناك شراء للنفط ضمن هذه المنظومة ومنظومة التعاملات المالية لأن التصريح الأخير من عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني قال لأنه حتى تكون مفيدة يجب على الأوروبيون أو على الأوروبيين أن يقوموا بشراء النفط الإيراني أرحب بك شكرا لصبرك معنا أستاذ عبد الرحمن المكاوي السؤال الأساسي اليوم في ظل ربما الظروف المتوترة حاليا وحتى قبل هذا التصعيد الأخير ما هي ممرات الملاحة التي تتبعها إيران في إيصال نفطها و بضائعها بشكل عام كيف تخرج السفن والناقلات من إيران و إلى أين تصل بشكل عام اليوم قبل أن نتحدث عن محدوديتها أو ما يحدد هذه المسارات قانونية أولا إيران لها اتجاهات مختلفة لبيع نفطها سواء في آسيا أو في أوروبا أو لبعض الدول الإفريقية وبالتالي فهي تمر عبر مضيق هورموز وكذلك عبر باب المندب ثم قناة سويس ثم إلى بعض الدول الأوروبية هذه المرة راقبت الاستخبارات عبر الأقمار الاصطناعية نقل ناقلة التي تحمل العلم البانامي من ميناء خرمشار في إيران ثم توقفت في الإمارات وكذلك عبرت مديق هورموز ثم لفت حول القارة الإفريقية حول مديق رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا منذ أبريل والباخرة مراقبة من طرف المخابرات الأوروبية والأمريكية إلى أن وصلت إلى المياه الإقليمية لجبل طارق حيث يقع عليها سيف القانون الدولي البهري حيث أن أوروبا بأكملها وبالإجماع كانت قد صوتت بعقوبات ضد سوريا وخاصة القطاع النفطي وخاصة ميناء تكرير النفط في بنياس فهذا هو الذي جعل القوات البحرية البريطانية تتدخل لحز هذه الباخرة التي توقفت في موانئ متعددة لا تخدعوا بالطبيعة الحال إلى القانون الأوروبي ففي انتظار ما سينطق به القضاء في جبل طارق في مدة أقصى 14 اليوم بعد استنتاق طاقم الطائرة فإن هذا الإجراء الذي قامت به بريطانيا يعتس الاتفاقيات العقوبات التي صوتت عليها أوروبا بالإجراء وإنها كذلك إندار لإيران لتجاوزها جميل أرجوك حتى لا نغفلها قلت بأنها لم تتعرض لاستيقاف لأنها مرت بعدة مضائق لربما ورست في أكثر من ميناء قبل أن تصل جبل طارق وقلت بأن القانون الأوروبي يسري في مضيق جبل طارق ولا يسري في تلك الموانئ السابقة أو المضائق السابقة ما هو الفرق اليوم كيف استطاعت المرور لتصل إلى جبل طارق يعني القانون الأساري في تلك المضائق والمناطق والموانئ والتي قلت أنا أحدها إماراتي هو غير فاعل ليقاف هذه الناقلات أليس كذلك؟ هذا سؤال جيد لأن ناقلة جراس واحد لفت تقريبا منذ شهر أبريل 2019 إلى اليوم منذ ستة شهور أشهر متعددة للمرور من عدة موانئ منبصة بكينيا نعم منذ ستة شهور هذه فترة طويلة منذ أبريل أبريل طلقت النقلة أبريل أحضرت جاني ونقلت نعم ستة شهور الإيرانيون يعبرون عدة مسالك لالتفاف حول هذا الموضوع لتزويدهم سوريا وخاصة من تقرير النفط السوري بنياس بالنفط لأن الآن الحكومة السورية في حاجة كبيرة وملحة للنفط الإيراني وبالتالي فهي عوضة أن تمر عبر العراق التي تقوم بتمرير النفط الإيراني إلى سوريا فقد مرت بهذا الشكل المشبوه إلى أن وقعت في الفخ في المياه الإقليمية البريطانية التي هي مياه أوروبية يقع عليها سيف القانون الأوروبي أي العقوبات التي سوتت عليها الدول الأوروبية بعقوبات على القطاع النفطي السوري فكان هناك شكوك حول أن الباخرة كذلك تحمل أسلحة أو كذلك سواريخ طويلة المدى ومتوسط المدى والاستنطاق والبحث الذي تقوم به المحكمة العليا في جبل طارق هو الذي سوف يمكننا من معرفة اتجاه هذه الحمولة وهل هناك أسلحة وهل تخضع للقانون الأوروبي وأن أوروبا قامت بهذا الإجراء بعد تجاوز إيران لتخصيبها للنووية في إيران اليورانيوم بالحد الأعلى من المسموح فيها والمنصوص بها بالاتفاق النووي تفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الرحمن اليوم هل نستطيع القول أستاذ ناصر ستوسع أكثر بالجانب التقني أكثر مع أستاذ عبد الرحمن بعد قليل ولكن أستاذ ناصر هل يمكن القول اليوم أنه يمكن يمكن محاربة إيران بالتي كانت هي الداء اليوم هناك مصالح إيرانية لمرور ناقلات نفط وتحرك إيراني وتصدير هذا موجود بالفعل هل يمكن رد عليها بالتضييق عليها في المضائق التي تقع ضمن نطاق القانون الدولي والاتحاد الأوروبي أم لا من الممكن نعم لكن هذا يتعارض مع لنقول عدم هماس دول أوروبية فرنسا ألمانيا وغيرها لمواجهة إيران في المدى القصير حتى ترتكب ربما خرقا فاضحا للقانون الدولي الآن تحاول التهريب وبالتالي إحراج الشركاء الأوروبيين الذين يحاولون مع الإدارة الأمريكية معالجة الأمر الإيراني لكن لم يحصل أي تراجع إيراني هناك أمور تشتغل ضد برأي صنع القرار الإيراني الاقتصاد في الحديد هذا العام مفروض أن يتراجع من ناقص 4% معدل الناتج المحلي بعد أن كان زائر 13% منذ ثلاث سنوات وبالتالي مخافة صنع القرار في إيران من الاضطرابات الشعبية يدفعه إلى تهديد الحلفاء والخصوم بهذه الناحية من ناحية أخرى سألتني عن الممرات التي ممكن نعم الاتحاد الأوروبي ممكن بريطانيا قامت بهذه الأمر والشركاء يراقبون التصرف لبريطانيا إذا كان سيخضع للاتزاز الإيراني إذا سأحصل رد إيراني في الشرق الأوسط ضد أهداف بريطانية جميل جميل أستاذ عبد الرحمن السؤال التقني المهم اليوم عندما نتحدث عن سفينة ناقلة نفط فيها نفط واقترحت وقلت أن هناك شكوك أن فيها أسلحة أيضا إذن وزنها ثقيل وهناك معايير لمعرفة ما هو فيه في الناقلة يمكن الاستنتاج بأنها يعني حمولتها عالية أم حمولتها لربما منخفضة اليوم كيف أمكن لناقلات النفط الإيراني اليوم التحايل على من يراقب اليوم هل هناك من وسائل يمكن اتباعها لمن يسير ناقلات النفط الإيرانية يمكن من خلالها التحايل ولو ظاهريا على من يراقب حمولة النقلات الارتفاع ارتفاع السفينة وزنها اليوم تفاصيل أخرى هل يمكن إضافة هايدروجين لرفعها إلى ربما عن مستوى سطح الماء لأن تبدو كأنها فارغة هل هذا يتم اتباعه اليوم هناك القانون الدولي البحري الذي يحدد شروط ومسؤولية مالك السفينة والعلم الذي تحمله هذه السفينة وهل هذه السفينة تصل إلى ميناء محضور مثل هذا الذي وقع لسفينة جراس واحد الإيرانية في غالب الأحيان أن الحمول متجه إلى ميناء عليه عقوبات أوروبية ممنوع على أي دولة أن تمد سوريا بالنفط أو بتكرر النفط في مصفات سوريا فكل هذه المعايير تخضع للقانون الدولي البحري الذي يعكس مدى العقوبات التي وقعت لها أوروبا جميل كيف تحايلوا عليه باختصار أستاذ رحمن كيف تحايلوا عليه يمكن لمبتدئ يعمل في ميناء أن يعلم ويرى أن هذه الناقلة بالنظر إليها أنها في حمولتها القصوى كيف أمكنهم التحايل على ذلك هل سرعة السفينة تؤثر لربما في تنقلها كيف تحايلوا على من هم في الميناء في الموانئ قبل الوصول إلى جبل طارق هذه القصة لا يعني تحايلوا لأن إيران تتبع ما يسمى ببيع في السوق النفط السوداء ما يسمى ببيع لشحنات سليس بوت عبر البحار قد تكون الناقلة في المحيط الهندي ويقوموا ببيعها لسوق معينة وبالتالي فمراقبتها تكون صعبة أما إذا كانت متجهة بأوراق إتبات عند طاقة السفينة إلى ميناء بنياس فهذا خرق للقانون الأوروبي ووقعت في المياه الأوروبية فطريقة تسويق النفط الإيراني هي التي تجعل من الإيرانيين يتحايلون سواء عن طريق العراق أو عن طريق باكستان أو عن طريق أفغانستان أو عن طريق حتى الإمارات وبالتالي فهناك سبل قام بها قبلهم الرئيس العراقي صدام حسين عندما وقعت عليه حصار دولي وقام ببيع نفط العراق إلى عدة دول وخاصة أوروبا الشرقية بطرق ملتوية وتحايل معين حتى وصل إلى بعض الدول العربية وهناك بعض الشخصيات الأوروبية التي استغنت من جراء النفط العراقي من جراء هذه التحايل فإيران تتبع نفس السبل في تسويق نفطها فهي نرى كيف أنها تبيع أو تريد التزويد من بنياس بالنفط مرورا عن طريق إفريقيا بكاملها إلى أن وصلت إلى جبل طارق أستاذ ناصر لك في ذمة دقيقتين أنا ظلمتك هذه المرة ولكن في المقابلة المقبلة سأقوم بتعويضك أشكر صبرك معنا شكرا لكم ضيفي الكريمين من باريس الخبير في قانون الملاحة عبد الرحمن المكاوي شكرا جزيلا لك من لندن ناصر ونصر لابتصاد السياسي والعلاقات الدولية في جامعة لندن شكرا جزيلا لكم